أهلاً وسهلاً بكم في قناة كوخ الحكاية والقصص عدنا إليكم بقصة من القصص الشعبية المشوقة ثمار الأمانة فأتمنى أن تنال إعجابكم فضع السماعات والسمع كان يما كان في قديم الزمان يحكى أن أميراً شاباً كان يريد الزواج من فتاة على قدر من الأخلاق فأمر بإصدار مرسوم ملكي يطلب فيه من كل شابة ترغب في أن تكون عروساً له فالحضور إلى القصر الملكي البديع يوم غد في تمام الساعة الثامنة صباحاً فجاء اليوم الموعود واحتشدت الفتيات في ساحة القصر كل في أبهى طلط لها ووقف الأمير وحياهن ونادى بهن وأخبرهن بأنه سيعقد مسابقة ستتوج من تفوز فيها ملكة على عرش قلبه وبأنه سيعطي كل فتاة منهن حوض زراعة فيه بدرة وطلب من كل واحدة منهن أن تعتني بهذه البدرة بطريقتها على أن تعود إلى هنا بعد شهر من اليوم أخذت الفتيات يزرعنا وغادرنا متفاجئات بهذه المسابقة الغريبة وكانت من هذه الفتيات فتاة جميلة تدعى ماريا وأضبطت ماريا على سقاية بذرتها وعنايتها بجد لكنها لم تلاحظ نموها طوال الشهر أبداً فقررت أنها لن تذهب إلى القصر يوم غذ لأن بدرتها لم تنمو إلا أن عمتها ديانا أقنعتها بضرورة الذهاب خاصة وأنها بذلت كل ما يمكنها من مجهود للعناية بهذه البدرة فذهبت ماريا إلى القصر بحوضها الخالي من النبات وكلها خجل وهي ترى ما تحمله الفتيات من نباتات مختلفة الأشكال والأنوان بأيديهن أمت ماريا بالعودة إلى البيت والدموع تغالبها إلا أن الوزير الذي كان يتجول في السحة طلب منها أن تصعد معه إلى المنصة لتقابل الأمير فذهلت ماريا وصعدت معه مضطربة إلى المنصة فحياها الأمير وقال لقد أمرت الوزير بإعطاء كل فتاة من كنا حوض زراعة فيه بذرة فاسدة لأرى ما ستفعلن بها فاستبذلت الفتيات البذرة ببذرة أخرى للفوز بالمسابقة إلا أن ماريا هي الوحيدة التي منعت أمانتها من فعل ذلك فأبقت الحوض على ما هو عليها وعليه أعلن الأمير فوز ماريا بالمسابقة وطلبها للزواج منه وسط ظهول الفتيات المخاضعة جميعا ترجمة نانسي قنقر